موسيقى اليوم نتواجد بمعبر القرقارات احتفالا لتأمين هذا المعبر الغالي علينا اولا واخذ على العاتق المركز الدولي للدفاع الحكم الداتي بان يخلد هذه الذكرى مثل هذا اليوم في كل سنة ان شاء الله وسوف نعود اليه ان شاء الله بالف سيارة مشروع المركز الدولي للحكم الداتي من جميع جهات المملكة ان شاء الله وبعدها سوف ننطلق ان شاء الله الى القويرة في مسيرة اخرى اليوم جئنا الى هنا تحديا وقفة تحدي الى الاخوان المغرر بهم والعمل الارهابي اللي قاموا بهم في مدينة سمارة ونقول لهم انها بداية النهاية المغرب في صحراء والصحراء في مغربية كما قمنا بزيارة الى المحبس وقمنا بتنديذ قوي من اخر نقطة في المملكة المغربية وتقريبا تلاتين كيلومتر من تندوف لهذا نقول للمسؤولين ان المناطق الجنوبية يجب التفاة ملكية للشباب الشباب حامل شهادة حامل المشاريع يجب ان نساعد من غير المساعدة ترقب ومواكبة الشباب سواء ماليا او غير ماليا لان هناك شباب عازم ان يستثمر في الاقاليم الجنوبية ولكن هو محتاج الى الامكانات يجب تمكينهم ونقول اننا نحن وراء صاحب الجلالة والله الوطن الملك نحن اليوم احضر الحمد لله لحدث تأسيس الفرع الجهوي للمركز الدولي الدفاع الحكم الذاتي بجهة الداخل والذهب وتم تخليد هذا الابتتاع انطلاقا من المعبر القرقارات في الذكرى الثانية لتحرير المعبر وهذه ذكرى اذا تذكرنا بشيء فهي تذكرنا بنعمة السلم والسلام اللي تلعن به الحمد لله المملكة المغربية منذ قرون ما أولا منذ اليوم وكذلك نحن ندين العمليات اللي كانوا بعمليات سمارة ونقوله كفاعلين اقتصاديين سياسيين واجتماعيين بأنه الحمد لله القاطرة القاطرة التنمية السائرة في الأقالي من الجنوبية والحمد لله هذا الكم الهائي اللي نشوفهم العربات ومن التجارة ومن جميع أنواع الصير العادي لجميع الأمور اللي هي تهم التجارة والمعبر في القرقارات تمر بشكل عادي جدا وكذلك المنشآت اللي شفناه من خلال المساجد والمباني والبريد وجميع الحمد لله التنمية المعمارية اللي في منطقة القرقارات تشهدوا بأنه الحمد لله الأمور ماشية في الطريق الصحيح وحنا كشباب من المنطقة من جهة العيون الساقير حمراء ومن جهة الداخل كذلك من هذا المنبر ندعو للفكرة الأساسية اللي يجيبها المركز وهي تنزيل الحكم الذاتي لأننا نقوله عن تنزيل الحكم الذاتي هو حلم كل شاب ينتمي لهذه المناطر هو حلم أبواتنا وجدودنا يمكن سابق ذلك عنهم يعيشوا في وطنهم بكرامة واليوم الحمد لله هذه الشروط كاملة توفرة من تنمية اجتماعية اقتصادية سياسية باقي احنا نشوفه في هذا المشروع مشروع الحكم الذاتي الأنسب بالنسبة لنا كهل أهل منطقة حقيقية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الأشرق المرسائم كي تشوفوا احنا اليوم نحن جايين نحيو ذكرة تأمين معبر القرقيرات وصادحنا مع عدة مناسبات من أول هم مسير الخضراء اللي نحتافل بالذكرة الثامنة والأضعون وعدل استقلال بمناسبة 18 في الشهر ومن هون ندر نوشه رسالة رسالة الحقيقة ننطالب بتنزيل الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية ننطالبوا بإخواننا وإخواتي إخواتي الفاضلات للهي يجووا بأولادهم ويجووا بأزواجهم ويجووا لأرضهم يعيشوا ويشاركوا معانا في هذا القطار التنمية اللي نحن فيه الحمد لله ويخلوهم من التغريرات ويخلوهم من الكذيب ومن شي ما هو ضاحع لاشي يجووا ننطالبين من هذا المكان الطاهر مكان اللي الحقيقة يعبرنا جاين فيه نعبره عن وطنيتنا ووفاعنا لجلالة الملك محمد السادس والأسرة العلوية الشريفة ويجووا ننطالبينهم ننطالبينهم يجووا خلوهم نحق الحكم الذاتي بأرضنا وتحت الرأية المغربية والسلام عليكم ورحمة الله ضحية لسياسات مرست في المخيمات من طرف جلادين يخدمون المصالح الجزائرية وبإشراف المخابرات الجزائرية التي أراها مسؤولة عن كل ما وقع لنا ويجب أن تسأل عن المفقودين وعن المختطفين وعن الذين دخلوا سجونها ودخلوا أراضيها ولم يعودوا ولم يظهروا فإذا جئت اليوم للقرقرات بناء على دعوة كريمة من المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي جئت مدعوا فعلا لوجه لهذا المركز نداءا بضرورة مدى اليد لنا نحن كضحايا ومساعدتنا في المرافعات الدولية والمرافعات الوطنية من أجل استصدار قرارات دولية ضد الجزائر باعتبار على أنها الموقعة على تلك العهود والسقوك الدولية أما البوليساري فليست أكثر من كونها أدات في يد الززائر دون أن تكون مسؤولة عن شيء وقع فوق أرض دولة ذات السيادة وهي الززائر فنحن اعتقلنا فوق أرض الززائر وقطعا على أني أستغلوا جريدتكم لوجه نداء إلى بني عمومتي إلى أصدقائي إلى أحبائي إلى بني جلدتي المتواجدين في تلك المخيمات محتجزين فقط تراب جزائري أقول لهم أن الفرصة لن تتعاود فبالأمس كنتم ترغبون في استقلال بدأ أنه وهمي ويجب أن تضيعوا فرصة العودة إلى الوطن حتى لا يراكم من كان يراكم تنتظرون الاستقلال واقفين أمام المعابر في الحزام الرملي تنتظرون دور العودة إلى أرض الوطن تحية تلكم قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب